بسم الله الرحمن الرحيم هنا تكلم الإمام البيقوني وصل إلى قوله والفرد ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وهذا من العلماء من قسم الغريب إلى كما مر معنا قبل ذلك إلى غريب مطلق وغريب نسبي الغريب المطلق وقل غريب ما روى راون فقط مر معنا هذا وهذا هو الغريب المطلق هنا يتكلم الإمام البيقوني عن الغريب النسبي هو الفرد يسميه بعض العلماء الفرد تفرد به راون قال والفرد ما قيته بثقة الغريب النسبي أو الفرد النسبي وهو إذا تفرد راو واحد في أثناء السند مثلا كما قلنا أن الحديث هذا مشهور عن مالك فتفرد راو برواية عن مالك بإستوب أو بطريق آخر فنقول هذا أو هذا الحديث مثلا رواه الضعفاء وتفرد به ثقة فنقول هذا الحديث غريب لأنه الأصل فيه رواية الضعفاء والفرد ما قيته بثقة فتفرد هذا الثقة بهذا الحديث مع وجود غيره أو تفرده بهذا اللفظ تفرد بلفظ في الحديث الحديث مشهور بطرق أخرى لكنه تفرد بلفظ معين أو تفرد عن شيخ معين عن ثقة كما مر معنا في المثال الذي ضربناه قلنا أن الإمام مالك تفرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعلى رأسه المغفر فتفرد الإمام مالك هذا التفرد هو تفرد النسبي لأنه حديث مشهور معروف عن غير الزهري فتفرد مالك هنا نقول غريب عن مالك وهو غريب عن ثقة قاله والفرد ما قيته بثقة هذا الغريب النسبي أو جمع أو جمع يعني يقال هذا حديث تفرد به أهل الشام أو تفرد به أهل العراق تفرد به يعني كل من روى هذا الحديث إنما هم شاميون فهذا تفرد به أهل الشام ولم يرويه أهل العراق أو لم يرويه أهل الحجاز طبعا عندي تفاوت الصحابة رضي الله عليهم فهناك من الصحابة من سكن الشام من سكن المصر من سكن العراق ومن بقي في الحجاز فهذا التفرد تفرد لجمع جمع بمعنى جماعة من العلماء أو جماعة من الناس فهم أهل الشام تفردوا أو أهل مصر تفردوا بهذا الحديث أو أن يتفرد راوين عن الشاميين نفس الشيء يعني هو في النهاية الفرد هو نسبي يعني بالنسبة للجمع هذا الراوي لم يروه عن الشمين إلا هذا الراوي فهذا رواه عن جمع راوي واحد أو جمع أو قصر على رواية بمعنى أنه قصر الراوي في الحديث لم يروه بطوله تفرد هذا الراوي بهذا اللفظ بأن قصره ولم يروه بطوله هذا بالنسبة للحديث الفرد طبعا الفرد في الأصل لا يحكم على الحديث الفرد ولا الغريب ولا العزيز ولا المشهور بأنه صحيح ولا ضعيف وإنما ينظر إلى حال رواته من حيث الضبط والعدالة وينظر أيضا إلى درجة الراوي بالنسبة لشيخه وإن كان التفرد دليل العلة غالبا التفرد دليل العلة في العصور المتأخرة بمعنى كلما تأخر الإسناد فوجود التفرد قد يدل على الضحف قد يدل لأن الأصل في الأحاديث أنه جمعت ودولت والرواع مثلا عن شيخ مثلا الإمام مارك روى عنه مئة ومئتين وغيره وهكذا فإذا تفرد راوي واحد بحديث في المتأخرين فهذا الدليل دليل على الضعف الله أعلم طيب قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا انتقل الإمام البيقوني إلى العلة والعلة كما ذكر أهل العلم هو طبعا كما مر معنا من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون فيه علة فالعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة سلامة منها فلذلك الشرط العلماء إلى العلة شرطان شرطان الغموض والخفى ولذلك قال الإمام البيقوني وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا بمعنى إذا وجدنا في الحديث راوي كذاب هذه يقول العلماء ليست علة إنما العلة هي أن يكون خافية تحتاج إلى بحث مثل التدليس التدليس علة لأن التدليس كما مر معنا سمع من شيخه بعض الأحاديث ولم يسمع منه أحاديث أخرى فرواها عن شيخه مباشرة فهنا هذه علة لأنها تحتاج إلى بحث أما إذا مثلا لو أن تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول هذه ليست علة لا تسمى علة يعني العلة الإصطلاحية هي علة تضاعف الحديث لكن العلماء قالوا ما يقال علة الحديث المعلل إلا إذا كانت يشترط شرطان في السبب يشترط الشرط الأول أن يكون غامضا بمعنى أنه يحتاج إلى بحث وتمحيص لا يعرف مباشرة أما إذا كان راوي مثلا كذاب أو أن يكون راوي ضعيف أو أن يكون راوي لم يلقى شيخه بينه بين شيخه مثلا مئة سنة أو مئتين سنة هذا معروف ليست علة إنما تحتاج إلى وموض وموض بمعنى أنها تحتاج إلى بحث وجمع روايات وجمع طرق وتفنيد بمثلا لو أن رجلا ثقة روى حديثا فإذا جمعت الروايات ووجدت أن هذا الثقة قد خالف غيره قلنا أن هذا يسمى شاذا هذه علة المخالفة علة متى عرفنا أن الثقة أن هذه علة لما جمعنا الروايات كاملة فعرفنا أن هذا الثقة قد خالف فالعلة هي البيت الكبير للأخطاء الشاذ قلنا مخالفة المقلوب الكذا هذه كلها أنواع من العلل أنواع من أنواع العلل لكنها تحتاج إلى جمع الطرق كاملة حتى نستطيع أن نحكم أن هذه علة فالشرط الأول الغموض وهي أن لا تكون ظاهرة والشرط الثاني القادحة أن تكون العلة قادحة بمعنى أن تكون العلة تقدح في صحة الحديث فمثلا لو جاءنا راوين روا حديث رواه مرة عن ثقة ورواه مرة عن ضعيف فهذه تسمى علة لماذا؟ أولا لأنها تقدح كيف تقدح؟ إذا كان الثقة في الحديث صحيح وإذا كان الضعيف في الحديث ضعيف ونحن لا نعرف أيهم الذي روا عنهما هذا الراوي قد يكون روا عن ثقة وقد يكون روا عن ضعيف روا مرة عن ثقة ومرة عن ضعيف وهو واحد لكن ما عرفنا أيهما فهنا تكون علة قادحة لكن لو أن راوين روا عن راويان عن راويين الراويان هذان ثقات بمعنى واحد روا عن الإمام مالك وعن عبد الرحمن بن أبي ذئب إمام قال ما أدري الذي حدثني مالك أو عبد الرحمن بن ذئب هذه ليست علة لأنها لا تقدح كلاهما ثقتان فالحديث صحيح لكن متى تكون العلة قادحة إذا قال لا أعلم حدثني مالك أو حدثني مثلا رجل كذاب أو رجل ضعيف فنقول هذه قادحة لأن احتمال أن يكون الحديث من رواية مالك فهذا ثقة واحتمال أن يكون الحديث من رواية غيره فهذا منكر قال وما بعلة غموض أو خفى معلل اسمه المعلل عندهم قد عرف وذكر شرط واحد وهو الغموض والخفى وبقي عليه الشرط الثاني وهو أن تكون العلة قادحة ثم قال رحمه الله وذو اختلاف سند أو متني مضطرب عند أهيل الفني انتقل رحمه الله تعالى إلى الاختلاف في الحديث الواحد الاختلاف أنواع كما قلنا قبل ذلك اختلاف نستطيع أن نحكم أيهما الصواب فإذا عرفنا الصواب فالصواب محفوظ والخطأ شاذ هذا مر معنا قبل ذلك فإذا لم نستطع أن نصل إلى الصواب الخلاف بين ثقتين وكلاهما لا نستطيع أن نفرق بين أيهما الصواب فهنا نقول هذا الحديث مضطرب فالاضطراب مأخوذ من اضطراب الموج وهو ارتفاعه وانخفاضه ويقول العلماء يشترطوا للحديث المضطرب شرطا الشرط الأول أن تكون الروايات لا يمكن الجمع بينها حديث واحد ولا يمكن أن نجمع بينها واحد يقول يمين واحد يقول يسار هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن تتساوى في القوة أن تتساوى في القوة أما إذا عرفنا أن واحد ثقة واحد ضعيف الثقة محفوظ والضعيف مردود منكر أو شاذ انتهينا لكن إذا اختلفت الروايات في الحديث الواحد وكان الاختلاف لا يمكن الجمع بينها هذا الشرط الأول لا يمكن الجمع بينها الشرط الثاني أنه أن يكون في نفس الدرجة القوة أن يكون في نفس درجة القوة فيسمى الحديث مضطرب المضطرب يكون ضعيفا لأننا لا نستطيع أن نرجع ضرب العلماء مثال حديث طبعا الاضطراب في السند وفي الطراب من المتن العلماء يذكرون حديث شيبتني هود وأخواته أبو بكر الصديق في رواية طبعا أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أراك قد شبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها شيبتني هود وأخواتها بمعنى السور التي ذكرت إهلاك الله للأقوام التي فيها هلاك الأقوام وعذابهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه التي شيبتني هذا الحديث يقول الإمام الدارقوطني وغيرهم مضطرب لماذا؟ لأنه روي على أكثر من عشرة أوجة في الإسنات مرة روي مرسلا ومرة موصولا مرة من مسندي عائشة مرة من مسندي سعد بن أبيو قاس مرة من مسندي أبي بكر الصديق فهذا يشعر أن الرواء وكلها من طريق أبي إسحاق السبيعي كلها من طريق أبي إسحاق السبيعي فهذا يدل على أن المضطرب أبي إسحاق لم يضبط الإسناد فقد يكون مرسلا فيكون ضعيفا وقد يكون متصرا فيكون صحيحا فلا نعلم فلذلك هذا يسمى مضطرب اختلافت الروايات وتساوت في القوة الراوي واحد وقد يكون الراوي أكثر من واحد لكنهم تساوية في القوة ويضرب العلماء للمضطر بفلمتني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله هل في المال حق سوى الزكاة بمعنى رجل عنده مال أخرج زكاة ماله هل يجب عليه شيء آخر أم لا فوردت روايتين عندنا ابن ماجة الرواية الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة خلص من أخرج زكاة ماله فلا شيء عليه لا يطالب بشيء آخر وفي رواية أخرى إن في المال لحق سوى الزكاة فهذه أثبت أن هناك حق وهذا أثبت أنه ليس هناك حق أو نفى والحديث واحد والروا له بنفس الدرجة بنفس القوة فيسمى الحديث مضطرب والمضطرب ضعيف والمضطرب ضعيف لماذا ضعيف؟ لأنه يشعر أن الراوي لم يضبط الحديث فاختلاف الروايات أشعر بعدم الضبط فهذا أدى إلى ضعف الحديث والله أعلم صلى الله وسلم على ربي محمد